من ناحية أخرى اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير البترول طرق الملال للاطمئنان على توافر السلع البترولية محلياً في ضوء موجة ارتفاع الأسعار العالمية كنتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية هذا وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دوري مدى توافر المنتجات البترولية في ظل التحديات الراهنة والتي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ونعكاستها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة من جنيب أكد وزير البترول أن المنتجات البترولية المختلفة متوافرة وذلك عند مستويات آمنة مشيراً إلى أن وزارة البترول تراقب عن كثب حركة الأسعار العالمية للبترول وتعمل على توفير مخزون آمن منها